خليني أقول يعني أنه فيه ظلم كتير بيقع على المرأة. أقول لك إيه السبب؟ المرأة لأنها بتتعرض لأشياء كثيرة جداً. فيه ناس بتوافق على الشغل ناس ما بتوفقش. فيه ناس بتبقى لأنه المرأة بتلعب أدوار كثيرة جداً. هي رئيس مجلس إدارة بيتها. هي رئيسة جمهورية. هي اللي بتأكل وبتشرب وبتأخذ بالها من الولاد والمدارس والنوادي. فحاليها عبء كبير ومسؤوليات كثيرة. وفي نفس الوقت عندها ذاتها. المرأة عايزة تشتغل وعايزة تنجح وعايزة تزاكر وعايزة وتبقى عندها وظيفة وتبقى عندها. فلما بتعمل ده كله بيحصل الاحتكاك بالرجل أحياناً ما بيبقاش منصف. كويس قوي. ده برضو مش القاعدة. لأنه الطبيعي أنه الناس قبل ما بتتجاوز بتبقوا حطين. وده أحسن حاجة الناس تعملها أو اللي عملها هو اللي يكسب. يعملوا حاجة زي عقد اتفاق كده. ما ينفعش النهاردة أنا حبيت واحدة. لو أنا راجل وحبيت واحدة وبتشتغل ونجحة وإعلامية أو فنانة أو شاعرة أو أديبة أو وزيرة أو يعني أيا كانت هويتها إيه. وبعدين أجي أقول لها بعد ما نتجاوز أعودي في البيت. دي حاجة مش وردة. لكن لازم بيقى فيه اتفاق من الأول. أنا خلاص حبيت الست دي زي ما هي كده لأنا بحبها بجد. فهنحط بس إيه يعني شوية قواعد وشروط مش هتسافري كتير مش هتسيبي البيت يعني بيعودوا هما يرتبوا الليلة دي. لكن الراجل بقى اللي مش كويس اللي هو بياخد واحدة تبقى كده وبعدين يقول لها لا احنا خلاص بقى جاوزنا ودي في البيت. هنا بتبقى فيه مشكلة. لكن من غير كده لأ كمان الست هي اللي بتختار ان هي تعمل كل أدوار الجميلة اللي انت قلتي عليها دي. يعني فيه ستات كتير أصحابي وناس بعرفها. ومش بتختار هي بتعمل كل الأدوار دي. لا فيه ناس بتختار تبقى ست بس وست بيت وست يعني فيه ستات كتير قوي. بس ست البيت انه هاتف عليها عباء. مش عايزين يشتغلوا هم حرين. عليها أعباء حتى اللي قاعدة في البيت عندها أعباء كتير. وفيه فرق ان انا حمل نفسي فوق طقتي ولعب دور الراجل ودور الست ودور الام ودور يعني يازم يا جماعة الهوية الهوية.